أخبارين تعرض أكثر من مئة شخص من مختلف الفئات والعمار بمدينة شريعة غرب ولاية تتبس إلى تصمم غذائي مما استدعى نقلهم إلى مصالح الاستعجلات التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد الشبوكي والعيادة متعددة الخدمات رقم ثلاثة تابعة لمؤسسة العمومية للصحة الجوارية أن تلقى والإسعافات الطبية اللازمة من أجل إزالة أعراض التصمم الذي يشتبه في أن أكلة البيتزا التي تناولوها على مستوى محلات الأكل السريع هي السبب التطيقانك لسلم دريد قمنا بتشكيل فرقتين لغرض إجراء تحقيقات اللازمة وأخذ العينات وتحويلها إلى المخابر المختصة وليوم رأنا هنا صهرين بغرض صهر التكفل الأحسن بالمرضى حالة هذه يتلقوا الإسعافات الأولية ورحم في صحة جيدة وغادروا للاستعجالات ما كان حتى حالة ضرهم ولكن العمل اللي قمنا به هو التحقيق الوبائي اللي أفضى إلى أنه استهلاك دي ساندويتشات ولا البيزا على مستوى محل أو محلين موجودين في طريقة بسا بمدينة الشريعة ينقص عليهم الآثار هذه الجانبية وما كانش حتى حالة يعني بيت في المستشفى وهذا جرى لأكلهم البيتزا من محلين اثنين وهذا جرى بعض التجار لشرائهم لمدة الطماطم الفاسدة خاصة أن هذه المنتجات هذه الساخنة هي معرضة لعدة أمراض وكان يجيبون دادي بردوي ونقدم والله يجربوا واللي يجيبون اسمهم مش مختصين والله ماخرين حتى على عامل النظافة للحديثة موضوع عندما معنا مباشرة وعبر الهاتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة